أكد أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركون في مؤتمر المناخ كوب 27 أهمية تحقيق نتائج طموحة تسهم في إيجاد حلول منصفة لأزمة المناخ العالمية قبل نهاية المؤتمر وذكر البرلمان الأوروبي أن وفده في شرم الشيخ سيطرح خلال الأيام المقبلة رؤيته بشأن أزمة المناخ والتي اعتمدها رسميا في العشرين من أكتوبر الماضي فيما ينتظر أن يجري الوفد لقاءات عديدة مع وزراء وبرلمانيين ومندبين آخرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي